من هو البار؟ هو المصاحب كيف مصاحب؟ اسمع قول الحبيبي يا رسول الله من أحق الناس بحصن صحبتي من اللي كفو ويستاهل ويجب علي أن أصحبه حتى أفارقه أو يفارقني أموت ولا يموت؟ قال أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك الله المستوى يعني البر أربعة أقسام ثلاثة أرباعه للأم وربع للأب قال ثم من؟ قال أبوك إذا لم تكن مصاحبا لأمك بهذه الصحبة التي جعلت أويس القراني ما يترك أمه خوفا عليها والحبيب أخبره الله أن رجلا هناك في مراد وقرن أسلم بك وآمن بك ولكنه له أم هو بها بر كان به البرص فشفي وكان دعاؤه مجاب والله إن بر الأمهات خاصة يجعل أبواب السماوات ما تغلق دون دعائك والله إن مستقبلك يمكن ترسمه أمك مذاكرتك ولا شهادتك ولا تفرغك ترسمه رح الله يفتح لك كل باب يغلق في وجهك الله أكبر وتنفتح ولكن إن قالت الله حسبي عليك أشغلتك المرة وصدقت المرة فيني وتركتني وأشغلوك العيال عني ولا تحول لي من راتبك اللي خمسمية همان ننبا يا أوليدي ما بي الفلوس رجل دخل المستشفى فرأى رجل كبير سنه عنده عامل قال يا أوليدي معك تلفون معك جوال قال لي يا عم قال هذا رقم على كرتون المناديل دق على أوليدي التبير قال أبشر بدق عليه وأعطيك إياه قال لا لا ما بي أسأ كلمه ما بي أكلمه بس قل له أبوك في المستشفى علاجه مهب في الصيدلية علاجه يوم نشوفك وشوف عيالك لك ثلاث تسابيع ما شفتك خف الله فيني وكل ما تحركت هالستائي للمستشفى فازقلبي يظنك جايم بعيالك كنت ما تجي وش مشغلك عني وبكى وحط الرقم على كرتون مناديل عشان إذا خلاص يرمونه ولا يتصل عليه فاتصل هذا الرجل على ابنه وإذا هو رجل من علية الناس فهما وعلما ووظيفة قال والله يا شيخ أنا عندي تحضير الدكتوراه وأبنائي في اختبارات وأنا أعتقد أني ما قصرت جبت له عامل قال له إذن ودي هالعامل ما تسفرونه لأن عيالك بيحتاجونه بعدين كان ليه؟ كان لي أنه أظن كان موجود عند خبرة لأنهم سيحضرونه لك إذا مددت على سرير المستشفى البر قراءة أفكار أبروا الأبناء وهو اللي يحقق البر قبل ما يطلبه إذا قال لك أبوك عطني من تبار تعطيه غصب عنك ليه ما عطيته قبل إذا قال لك أولد يا أولديني في المستشفى أنا تعبان من تبار المفروض أنك تعرض عليه العيادات وفيه دكتور أزيان من دكتور ولعله يغير علاجاتك وتأتي له بالمدلك الطبي هكذا حياتك وتترك عملك عملك ليس دوامك عملك انشخالك بعد خروجك من دوامك وإن كنت في خير أفضل قرار أنا جايكم الآن من الرياض إي والله في ضحى اليوم قابلت رجلا وكان من الباعه الجيدين وعند التجارة وكان موظفا فتقاعد وين رايح قال بودي أبوي لدولة من الدول الأوروبية قرأت أن علاج التيبس في مفاصله عندهم طيب ابتاخذ معك أحد قال لا أنا لوالدي أن ألزمه ثلاثة أشهر لا يشاركني في خدمته أحد جاء الوقت اللي خرف فإن الثمارة قد أينعت انشغلت عنه يا شيخ سنين طوال مع أن عندهم خادمة وعنده سواق وعنده عامل وعنده راعي وعنده مال لكن يا شيخ يوم شفته كل ما دخلت عليه دمعت عينه ولا يقدر يقول يا عبد الله اجلس فعلمت أنه يتمنى صحبتي فوالله يا شيخ أني أصحبه ليني متلول منا صحبة مع قراءة الأفكار مع تقديم البر قبل طلب